في إطار برنامج النجاعة الطاقية على مستوى مجلس العاصمة الاقتصادية أقارت الجماعة منذ وقت سابق بشروق في تجهيز المقاطعات والبنايات الإدارية بألواح شمسية للإنارة المشروع رسدت له جماعة الدار البيضاء 10 ملايين درهم إلى حدود اليوم نسبة الإنجاز لم تتجاوز 10% تم فقط من خلالها إعداد دفتر للتحملات متعلق بالشطر الأول من المشروع والخاص بتزويد مقر الجماعة الرئيسي بهذه الألواح الشمسية تفاصيل أوفا في الروبورتاج من إعداد حمزة سعود ورشيد دوش تعميم الطاقة البديلة بالمقاطعات والبنايات الإدارية بالدار البيضاء يدفع مجلس البيضاء إلى تخصيص أزيد من 10 ملايين درهم من أجل تزويد الملحقات الإدارية والمقاطعات التابعة للجماعة بألواح شمسية للإنارة المشروع يندرج في إطار برنامج النجاعة الطاقية الذي يشمل أيضا تجهيز المنتزهات بالإنارة العمومية الذكية المشروع إلى حدود اليوم يكتفي مجلس المدينة بإعداد دفتر تحملة بخصوصه على أساس أن يشمل بالإضافة إلى المقاطعات بالمدينة المقر الرئيسي للجماعة نسبة تقدم المشروع إلى حدود اليوم لا تتجاوز 10% والقطاع الكهرباء أحيانا قد يجبر المواطنين على انتظار ساعة من أجل الحصول على وثيقة إدارية الطاقة البديلة أنا في نظري أنها المغرب خطاها للخشيار ولكن للأسف مدينة داربيداء اليوم رصدات ميزانية دخمة لهذا المشروع فيما يخص الإدارة العمومية مع العلم أن الإدارة العمومية اليوم أنها ليست تجربة مجموعة من الوشائق لا تتجربة قطاع كهربائي ولا تتجربة مشكلة وصلت مشكلة للتواصل عبر الانترنت زيادة أن اليوم ستكون هذه الطاقة البديلة سيكون إشكال كبير نتمنى أنهم يسرعوا به ولكن يكون في حلاء أو في حلاء أو في حلاء المستوى عالي من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمواطنين برنامج النجاعة الطاقية الذي أعده مجلس البيضاء يتضمن أيضا ستة مشاريع رئيسية تعثر مشروع تجهيز المقاطعات بالألواح الشمسية ينضاف إلى تعثر مشروع تقوية الإنار العمومية بتراب شوارع البيضاء التي تغرق عدد منها في الظلام خلال المساء بالإضافة إلى انهدام الإنار ليلا في عدد من المنتزهات والشوارع اليوم مدينة الدربية الآن لم يقع المصار الصحيح رغم أن مجموعة من توجهات أو الخطابات لتوجهات المسؤولين دي المدينة ولكن للأسف أن اليوم المسؤولين دي المدينة الدربية ما زالهم جغيبين رغم أن اليوم تنعرفون مدينة أنها تصير حزب اللي عنده أغلبية مرحة هذه وللأسف رغم هذه الشركة الدينية رغم هذه التوفق العدد ما زال مدينة الدربية يعني ما تتجوش على حاجات المواطنين والمواطنين وإلى حدود اليوم يرصد جمعويون ضعفا في مواكبة النمو الديمغرافي للمدينة بالنظر إلى تنامي احتياجات ساكنتها بحيث تعرف عدد من البرامج تعثرا في الإنجاز من ضمنها تثمين وتجديد إطار العيش وبرنامج المساحات الخضراء والسلام وحفظ الصحة وبرنامج النجاعة الطاقية إلى جانب برامج البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة ترجمة نانسي قنقر